السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم جميعا يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هدرس معاك واول درس من دروس تعليم الرسم بالقلم الجاف النهاردة هيبقى ابسط درس بالنسبة لاي مبتدأ هيتعلم من خلاله ايه التقشيرات المناسبة اللي احنا ممكن نستخدمها في ايه في احنا بيستخدم القلم الجاف في كزا نوع اه ممكن ان احنا نشتغل بهم والي رايحك تشتغل به بعد كده انا هفاهم لك واحد واحد بس قبل اي شيء تعالوا نتعرف عن الالام المناسبة اللي ممكن ترسم بها رسمة بالقلم الجاف وتبقى مناسبة جدا مرضية بالنسبة لك ده اول قلم القلم دوت معروف جدا في اي مكتبة هت تدخل تقول له انا عايز قلم بك ازرق القلم دوت اه مش غالي خالص ده بتادا جنيه تقريبا في مصر دلوقتي اه موجود في اي مكان وفي العالم العربي موجود متوفر جدا القلم ده بيطلع نتيجة حلوة قوي وهتلاقيه مخطوبة على على القلم نفسه كلمة بك محفورة عليه كده هي مش ظهر قوي في الكاميرا هتلاقيه محفورة عليه كلمة بك اه ده بيطلع نتيجة حلو قوي ومعظم الفنانين بيشتغل به وفيه منه درجات فيه ازرق واحمر وكزا نوع اه ده ده حلو برضو قوي فيه منه طبعا كل الالوان اه كتير او من الفنانين بيستعملوه يعني ده اكتر ثلاث انواع بالصناح الو زي اكتر ثلاث انواع تقريبا متدولين مع اي فنان بيحب يرسم بيهم هي الان بيك والان في بريكاستر والايه وستادلر ده هو ايه النوع غالي شوية لكن النوع متداول في ايدينا جميعا هو ابك هو ارخص نوع واحلى نوع بنسباني كمان تعالوا بقى نبدأ ازاي نشوف ايه تكشارات المناسبة اللي ممكن نستخدمها في رسم الالم الجاف قبل اي شيء لازم تتعلم يعني ايه تكشار اول حاجة في رسومات القلم الجاف مسلا اول طريقة طريقة كده ايه الخطوط ايه من مكان واحد من زاوية واحدة يعني ولا بنعمل حركة يمين ولا حركة شمال انت بتمشي خط وجنب خط كده ايه بالقلم الجاف من خلال الطريقة دي بتطلع منها الغامة وبطلع منها كمان الفاتح يعني استنوا كده بصوا انا هعمل ايه في فنانين كتير بيستخدموا الرسمة بتاعتهم بالطريقة دي يعني بضلوا طول الرسمة ماشي بخطوط ايه متساوية خط واحد كده بصوا انا حبيت ان انا حط اللون على الخطوط دي عشان اتعلها درجة غمقة فانا كده في الرسمة دي عملت فيها فاتح وفيها ايه يعني احلى رسمات ممكن تطلعها تطلعها بقلم جافل انا قلم جريج جدا ومش هتقدر تمسح في بيه بالاسديكة فهيعلمك الرسم بكل سهولة ايه بس خد بالك ايه منه عشان لو الغلطة فيه ما ايه ما اشتارت صباطها قوي بس احنا الغلطة فيه مثلا هتمن درجة غمق فات ايه فاتدوس عليه شوية اكتر ده طريقته دي الطريقة الاونية طريقة الخطوط في اتجاه واحد انت بس انا عايز تعمل مكان دوق ممكن تقوم سايب المكان اللي انت عايز تعمل في الاضاءة طبعا من من الورقة اللي انت رسم فيها بتسيبها فاضية وبترجع ترسم حواليها واسيب منطقة الاضاءة دي منطقة بيضة فبتديكي الاحساس ده طيب ايه الطريقة التانية بقى دي الطريقة الاولى اللي ممكن تشتغل بها لان راس ما تحتك بالكامل بيها الطريقة التانية بقى ان انت بتعمل نفس الطريقة الاولى بس بتختلف بحاجة تانية اهو احنا عملنا الطريقة بتعملها بقى بايه بلا الطريق من الناحية المعاكسة ان انت بتعمل بتطلع درجات الغامق والفاتح ودرجات اللي هي اللي بين الغامق والفاتح بطريقة دي يعني ان انت بتعمل خط استم اكبرها لكم شوية عشان تبقى بيانا شوية اكتر من كده اكبرها بس شوية انت بتقدر تشتغل بالخطوط كده وبعدين بتيجي بالطريقة المعاكسة وتعمل نفس الخطوط فبتطلع على شكل هيئة مربعات خفيفة جدا تقدر من خلالها ان انت ترسم راس ما تحتك بالكامل بالطريقة دي وبعدين المعاكس ليها عند الغامق بتدوز اكتر وعند الفاتح بتعمل خطوط خفيفة جدا بنفس الطريقة برضو ليه الطريقة المعاكسة طيب في نوع ثالث ايه طبعا في نوع ثالث في اكتر من طريقة ممكن تستخدمها وممكن تستطيعهم كمان انت ترقى كلها في لوحة واحدة يعني انا بتلع مرضى ان تيجي حلوة جدا ان انت بتحدد ايه الغامق فيها طالبا نعمل الطريقة الثالثة طريقة الدوائر يعني طريقة الدوائر ان انت بتفضل ماسك القلم بشكل دائري تفضل تلف حوالين كده الايه المكان اللي انت بتشتغل في دوائر 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 كده الحاد بطلع نتيجة فيها وطلع منها الغامق آآ كل ما تدوس على القلم من اتجاه اللي انت عايزه بانت بتطلع الغامق دي طريقة الدوائر بعد كده هفهمكم يعني ايه طريقة الدوائر وان شاء الله الرسومات الجاية آآ انا نستخدم تقنية تقنية في كل ونعرفكم ازاي يعني ايه طريقة الدوائر تعمل في رسمة بالكامل وازاي نعمل طريقة الخطوط المعاكسة بيعطيها في رسمة بالكامل بردو في بقى طريقة تانية وهي الطريقة بالنسبة لي ايه اللي هي الطريقة الاصعب يعني طريقة النقط يبقى كده خلصنا احنا الدوائر نيجي بقى بطريقة الايه النقط اللي هي تقريبا اصعبهم وعايزة صبر كتير جدا وبس بتطلع نتيجة والله هي حلوة جدا ان انت تفضل تشتغل نقطة نقطة كده عايزة صبر دير كتير يعني عشان طلع بس منطقة الغامق في طريقة النقط دي بتفضل زي ما انا شغالك تفضل تنقط نقط فيها نقط 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 جنب بعضيها لحد ما تلاقيها غمقت معاك تفضل ترتوسط نقل المرحلة اللي بعضيها يعني طريقا ديت اصعب نقطة بس بطلع حلو وديج على الفكرة استعملها في المسامات بتاعت البشرة مديكتبس بطلع لك النتيجة حلوة جدا يعني انت ما تيجي تلاقي بس عن بورتري بتاع فنان بيرسومه زي عمل طريقة المسامات دي فكرة بيستخدم اكتر حاجة من طريقة النقط دي او طريقة النقطة الكبيرة شوية في بيستخدمها في بطلع نتيجة المسامات فيها بشكل اسهل واحليا تعالوا بقى اوريكوا مثلا رسمة ليه قديمة زي الرسمة دي انا كنت بعبر فيها عن تكشارات المناسبة للقلم الجاف يعني انا من فوق عاملة طريقة النقط اه ومن المنطقة دي عاملة فيها بطريقة الخطوط باتجاه واحد لحد ما ظهرت فيها الغامق وظهرت فيها الفاتح يعني شايفين النقط اللي انا عاملها فوق انا بدأت من اهو من النهية تحت الحاج اللي تلاح سفوق نقط 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 عايز صب جديد طبعا الرسمة دي رسمة قدية انا كنت رسمها بالقلم الرصاص طب الافضل ان انت بترسم بالقلم الرصاصrynت تعمليها بالقلم الجاف و مشيك يعني الافضل تبقى شكلها حلو من الاول الاخر بالقلم الجاف طبعا دي رسمة العين انا كنت رسمها بالقلم الرصاص حاول بس انا غ MER! سوف أعطيها معاكم قليلا بالألم الجاف سوف أعطيها معاكم شكل العين قليلا بالألم الجاف الألم الجاف لا يريد أن تخاف جرأة أولا ما تجد نقطة حبري كده جت على الألم من فوق فالفضل تكون جانبك منديل دايما من النقطة الحبري دي في المنديل من النقطة الحبري دي لو عرضت غلطة يتطلع على شكل رسمة مش حلو وفيفضل إن دي مش تعف تمسحها فيكون جانبك دمة للمنديل أستيجي تفاحموا بعض الشيء بس اللصاص اللي كنت عاملة زمان ده تعالوا بقى إيه نطلع على الرسمة من فوق ونشوف أنا زي استخدمت التكشيرات داني أنا استخدمت على فكرة الدواير وطريقة النقط وطريقة القطوط في الرسمة دي كنت بحط فيها التكشيرات جميعا من باب التجربة مثلا الرسمة الفؤانية ديت أنا مثلا الجزئية دي أنا شغلت فيها بسلوب الدواير كده من تحت وعملتها بالنقط يعني اشتغلت التكنتيني اتنين في الشكل ده لحد ما ما نطلع بشكل النقط لفوق تدي شكل جمالي وتديك بقى أي من غامل للفاتح الرسم بالقلم الجاف رسم جميل جدا والزيز يعني هيتحبه مع الوقت برسم به الحاجب بطريقة الخطوط هيخط ورا خط ورا خط ممكن عشان ترسم به الحاجب بطريقة طبيعية بنفس طريقة اللي تعلمني قبل كده في الرصاص هدقى نفس طريقة برضو آآ عايز تجرأة ومش عايز تخوف خالص هنبصر كشكل العين شوية معاكم الرموش تحت العين بقى كده ايه خطوط خفيفة ونرسم من داخل من العين كده يبلغامي فيها وتسيب الفاتح وانت شغال طيب عايز تعمل بقى اللي هو الزل النور بتاع العين من فوق بسوء انا ممكن نسعمل دواير كده ممكن امشي البرتري كله بطريقة الدواير كده واسيب الغامق والفاتح فيها وانت مشيه او ممكن بطريقة الخطوط بسوء خطوط خفيفة كده ان انا اعمل فيها الزل وانت ممكن الخطوط دي تعملها بطريقة معاكس الخطوط وتعاكسها الخط التاني او ممكن بخط مفتقيم كده زي ما انا ماشي دلوقتي او خط وجنب خط جنب وبخط باتجاه واحد وانا مشيه عنيه ان انا سايب اماكن فيها اضاءة وهارجع تاني حط فيها الغامق ده كتارس ان شاء الله النهاردة كان درس بسيط جدا بعلمكم فيه زي ان انا ايه اجرع القلم الجاف وعمل تكشارات المناسبة فيه ايه ان شاء الله الدروس جاية يكون شكل تفضيح اكتر من كده اه ده بس كان درس بداية للمبتدئين عشان يفهموا يعني ايه نرسم بالقلم الجاف انا دلوقتي بارسي مهوت بالايه تارية الخطوط ده مليقي نرسم بقى في منطقة تانية كده خالص واريكوا آآ من البداية ايه تكشار مسلا المناسب اللي ممكن اشتظمه في المنطقة دي مسلا انا مسلا عشان نرسم مسلا جزء بتاع الشعر ده تقدرب عن دام الشعر طبيعي ده شعر فاني تشكيلي كده فانا دلوقتي اهو ماشى بطريقة الايه الخطوط جنب بعضيها وضيت الغامق منع الجنب خطوط 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 كده جنب بعضيها بطريقة متساوية وبسرعة وبعدين اخدت واحد لها معاكس فانت كل ما تبقى في تعمل معاكس وممكن ترجع تاني انت عاكس من ناحية تانية فانت كل ما تعمل خطو وعكسو وخطو خطو وعكسو بيديك درجة الغامق اللي انت عايزة في المكان تبدأ تشغال بالطريقة كده لحد ما تطلع على النهاية او من نهاية المنطقة الفتحة اللي انت عايزها وانت ماشي شايف ان فيه ضاقة مثلا عكسة على الجزئيل في النصف بها فتحة سيبها عديها وانت بتشتغل اني ان شاء الله دروس جاية بازن انت عجبكو يا رب يكون درس النهاردة عجبكو وياريت الاول مرة يشوفني وعجبوا الفيديو وعجبوا شرحي ياريت يعمل لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس وانتظم من الدروس الجاية ان شاء الله جميعا هتكون درس تعليمي كله بالقلم الجاف ويارب الفيديو يكون عجبكو مع السلامة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر